وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نفس الثاني عشر من شهر فبراير نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءا باليوم الرياضي الوطني مؤكدا أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته كما ثم نحمدان دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتخصيص يوم رياضي وطني لمملكة البحرين مشيدا في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة والذي انعكس إيجابا على المنتخبات والأنلية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية اشتركوا في القناة